وهي دي السكرين شيرينج. اوكي. طيب. اليوم لكن هنعمل عن الكل شي بالنورمال في ميل سايكل شو عم بصير. وبصير بيبين معنا. هاي. شوف. هون اول شغلة ازا احنا بدنا نشوفهم مع بعضهم لان هدول اربع احداث بصيرو بس بنفس الوقت. يعني بصيرو. هادي الصورة ازا كمان عمتيلة سكرينشوتة او برينت سكرين. هي الصفحة هادي موجودة كمان بالبوكلت ببيج ايتي. بس ازا بدي كيها ملونة وكيف هن مشروحين بيكونوا هيك بادي الصفحة. اوكي. هلأ. ببداية احنا اه وين برأيك لازم نبلش باية غراف. يعني الاواريان هورمونز او هورمونز او هورمونز. صح من عند البتويتري اول شي. ايوة. من عند البتويتري هورمونز. فالبتويتري هورمونز لانه طبعا عندر تكونترول. اف دي جي انا ار اتش هورمونز. كيف تبلش البروسس كل اياته. اي اول هورمون بيصير. ينفرز. من البتويتري هورمون هورمون. يعني شو الصورة دغري اللي بعض اللي بدنا نحكي عنا. على يمينة او تحت. لا 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 ايه اللي على يمينة ها هي ده. نانا نانا نفس الوقت عم يصيره اليمين واللي تحت. اي بس هو انسبش انه كيف اف اس ايتش عم يخلي تبلش. لاحظت كيف على الصورة عم يكون صغير كتير. مطرح ما مكتوب يعني لأنه وتحديدا اللي هي طيب من بعد هيك شو عم يصير الجراف اللي اللي تحت على الشمال هي اللي بدنا نحكي عنها يعني طيب من بعد هيك لما كانت كمية الأستروجين كتير أليلة what's happening to the endometrium عم يقل سمكته يعني عم يتكسر صح during menstruation فلكن during menstruation the amount of estrogen كان كتير أليل وcavetary follicle is starting to grow due to the low amount of FSH طيب لفس H هلأ هيكي على day five كيف كانت كمية وصارت عالية كتير لما صارت عالية طبعا الكافيتري follicle شو صارت شو صارت تكبر أكتر على day five مثلا that's why لأنه على day five صارت كافيتري follicle أكبر من التعاية day one صار في عنا higher amount of estrogen which starts to provoke the growth of the endometrium صح؟ عشاناك الـ endometrium ملاش يزيد لحظة كيف أنا هلأ عم ملش على الشمال فوق تقيت البتوتري هورمونز بعدين عم روح على الـ ovary على الفوليكلار كيف عم يكبروا بقلب الفوليكلز بقلب الـ ovaries الفوليكلز بعدين عن الـ الـ ovaries وآخر شيء عم نتحدث دائما عن اليوترس أو تحديدا الـ endometrium of the uterus ماشي؟ طيب كمية الأستروجيني اللي بتكون قليلة بأول خمسة أيام من السيكل شو بتخلي الـ FSH يصير فيه يزيد أو ينقص؟ بتخليه يزيد صح هيدا ناجاتيب فيتباك كونترول صح؟ طيب ضلوا يزيد الأستروجين ضلوا يزيد الأستروجين لحد ما أوصل لـ maximum value على تقريبا دي 13 المطرح ما محطوط الخط الأصفر ليه حطوا هيك خط أصفر؟ كريماني يفرجيكي أنه الأستروجين عم يكون المكسيموم تعيدته قبل المكسيموم of FSH and LH لحتال لطالما الأستروجين هي before the LH peak يعني قبل الأعلى value للـ LH يعني it causes the release of high amount of LH مضبوط هيدا شو بيكون positive أو negative feedback؟ positive أو الوحيد اللي بيكون positive صح؟ فلكن the positive feedback control that allows the release of LH in high amount leads to what in the ovary؟ أنا أصير في ovulation أيوة leads to ovulation لحظة كيف حطينا الخط الأصفر بنفس الوقت بالكل وين بيصير؟ يعني الخط الأصفر لحظة عند the ovary hormones عم يصير maximum الأستروجين لما أروح البتويتري hormones بنفس اللحظة عنده 13 بعده ما طلع البتويتري hormones لأعلى level وعند day 13 بعد كمان ما عملت the ovulation بال ovary بتاعت الصورة بتاعت وبينما بالصورة بتاعت اليوتريس نفرجيننا هون أن the endometrium is growing وبعده بال بال بالكبر بس يعني the proliferation phase يعني بس بعده عم يسمك the endometrium بعده ما تطور ما صار باللي طيلة ماشي؟ يعني هذا الخط الأصفر اللي بدلنا على day 13 بكل واحدة بكل واحدة بكل واحدة بكل واحدة بكل واحدة ماشي؟ طيب شو بصير مين اللي بيسبب لك ال ovulation هو ال LH صارت ال ovulation at day 14 شفناها بعض بال ovary طيب من بعد هيك صرنا نبقي انه both estrogen and progesterone are being released ليه بقى؟ لأنه صار في yellow body صح في yellow body and progesterone and estrogen together هؤلاء ال progesterone بتطمن فيهم بتوتري انه شو؟ انه صارت ال ovulation فما بقى بحاجة ان احنا لقلقت ولا فسائتش مظبوط هيدا الشيء بيخلي كترة ال estrogen مع ال progesterone وال lead to a negative feedback mechanism صح؟ هيدا negative feedback control بيخلي ال LH وال FSH تنزل كميتهم كتير during the second 14 days of the cycle من day 14 لل 28 الاسبوعين التانيين من الساكل صح؟ طيب in parallel شو عم يصير بقلب ال endometrium بفعل الاسترثن وال progesterone عمينما ال endometrium ايوة عم يكبر ايوة عم يكبر وصار مور وصار فيه spiral blood vessels يلي هنه due to progesterone طب لك سؤال صغير استاذ استاذ هيدا الجاب اللي حد ال spiral شو اسمه blood vessels هيدا هي الجلاند؟ ايه هذا الغدد هو الغدد اللي عادتاً بيربه ال endometrium بيكثير بيعطوه nutrition طيب يقدر يكبر منيح هو كل يوم عم يعمل leil النهار لازم بده كتير nutrition طيب يقدر يكبر منيح وبالشكل الطبيعي لانه environment اذا ما كانت عم بتأمن كل شيء nutrition لل endometrium ما بيعيش بيموت وبتعرفي انه لو في genetic factors ممكن يكون environmental factors اللي عمير بفيه ال embryo كمان مش منيحة بيصير عنده abnormalities ماشي؟ طيب هيك شو ما نسميه لهيدا ال endometrium part اللي صار فيه spiral blood vessels نسميه uterine lace uterine lace يعني صار في قلبه كتير مجعلك يعني هيك النصد معرعج كتير طيب لكن during the luteal phase اللي صار mostly developed فيها ال endometrium صار هلا جاهز صار فيه fertilization على day 14 أو 15 صار بيقدر يربي embryo مثل ما هو أوكي؟ طيب ليش بترجع بتنعاد cycle كرميل يرجع يتجد ال endometrium أيوة هدا الهدف الاخير صح بس ما هو لانه بتموت ال yellow body yellow body مساء بانه بس بتضايين اسبوعين لانه بتموت على day 28 so estrogen and progesterone not be released بيفضل دم يوم كامل من estrogen and progesterone حتى الشيء بيخلي ال endometrium يحس بنقص انه هو ما بيقدر يكون عام يكبر أو يعايش إلا ما يكون فيه الهورمونات تعالي الفيميل موجودين اتنياتهم estrogen and progesterone مشان هيك بيتكسر وبتبلش cycle جديدة بيكون بنفس الوقت فهمت البتويتري انه غاب estrogen والبروستيرون لأيوم كامل بتقول لها في عنا مشكلة بتكبلهم قفز اتش عن جديد لتبلش cavitary follicle development عن جديد بcycle جديدة فغياب ال estrogen والبروستيرون ليطلع ال FSH يعني اللي بيصير على date 28 هو negative أو positive feedback negative صح أصلا ما في positive إلا بس على day 14 إلي بسبب طيب كمان آخر سؤال البروستيرون عادة طيب كمان آخر سؤال إذا كان إذا كان شو بيعمل ببادي تامبرتشر بعالية صح صح بعالية حوالي نص درجة مشان هيك لأنه بيزيد الميتابوليزم بجسم الفيميل كلياته هيدا الشيء مشان هيك عادة الفيميل فيها تكون عم تقيس كل يوم البادي تامبرتشر تعوله من بعد سايكل بس يخلص أول أسبوع من الثمانة عشرين يوم تعوله لما بدأت تعرف أمتى بالزبط صارت بتفحص بتكون مثلا إذا عم تحط التيرموميتر تحت اللسانة كل يوم بدأت تفحص تحت اللسان نفس المطرح وبس لما بتشوف زادت نص درجة يعني معناتها صارت طيب طيب الكمبينيشن بيلز بيشبهوا أي فايز من السايكل من أوفارين هورمونز السايكل تأتيت أوفارين هورمونز بتشبه الليوتيال فايز ولا الفوليكلر فايز الليوتيال صح لأن الكمبينيشن بيلز كونتينز هي عبارة عن كومبينيشن بتوين أستروجين أند بروستيرون وعم تعطينا إياهم الحبة بيكونوا عم يفوتوا على الدم ودايما اللافل تعيث الأستروجين والبروستيرون بوجود يعني بفعل الحبوب عالي كتير هذا الشيء بفهمه للبيتويتري إنه نحنا بالليوتيال فايز لأنه بتقلد للليوتيال فايز للبيتويتري فالبيتويتري بتنغش ما بتطلع أبدا لما ما طلعت لقلقتش يعني ما بتصير أوفليشن بالمرة لذا للإنسان من المخمدة تتروجين صح؟ طب وهي طريقة من طرق الكونترى سابشن ولا كونترى سابشن يقول كونترى سابشن صح إذا صار فيه فرتيليزايتشن وتكون أمريو وبلش عم يعمل إمبلان تيشن واستعملنا بيكون هيك عم نمنع عم نمنع ما بين زرع الزيغوت طب هاي بتكون أو صح لأنه هذا مش إجهاض بعد الزيغوت عم يعمل بس زراع عم يزرع حاله بس لما بيصير صار إنسان يعني صار جنين كبير هاي دي بتصير ساعتها إجهاض أو أبورشن أو كونتراججسشن أوكي يلا هلأ لنروح نشوف كيف يجو الأسئلة هنروح نحن على دورة الالفين واربطعش يلا لاحظة بس شوفوا السؤال اللي عندي نحن معنا تيسير بعد هلأ بتيسير عم در الله يلا نحن هلأ بالبوكلت تيسير كنا هلأ نعمل وهذا يعني هلأ أول عشرة آية هي فيه كمان بتنزلها عندك إذا ما كانت من أولا وبتحضرهم مهمين كتير كمان بالبوكلت فيه شغلة مهمة كتير قبل ما نكمل بهذا البروكلت بصفحة 82 بالبوكلت دول مش موجودين من الكتاب بس مهمين دول مع أنه بقدر واحد يستنتجهم بس بركة ما استنتجتوه نشوفها لكن ما بيتكسر ما بيموت لأندوماتريوم الكوربس لثيوم تسكبت تل تثيرد منتجتوه نشوفها تسكريت لارج أمونت أسترشن والبروكلت هل تتعرفوها صحا من شابتر 1 نعرفها صحا وعلى البلسنتا يعني هو اللي بيصير بيعطي البروكلت لأنه بيكون راحة ليلو بدي يعني إذن البروكلت دوري 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 يعني أول 3 شهر بس بينما من شهر التالت للتاسع وفي شغلة مهمة كمان هيدا بالأخضر هم مكتوب بخلي اليوترز ما يعمل كرمال ما يأذي الولد طبعا وفي كمان هاي كمان بتقدر تستندوها بس بارك ما عرفته في حالة منوبوز في حالة منوبوز في حالة 45 إلى 50 عام يعني يعني كل يوم بيضلو يطلع ما هي العجز اللي بيصير بالمنوبوز منه من البرين يعني موجود دايما والأفاساتش موجود والألتش بس المشكلة بتكون بالأوفري اللي فقدت الأوصايتس كلهم تعوله فالجانراتش بيضلو ينفرز كل يوم والأفاساتش كمان بيصير دايما تنفرز كل يوم this FSH will reach the ovaries but the remaining follicles are very little so the amount of estrogen secreted by these follicles will not reach a high level at the 13 of the cycle يعني on the hypothalamus and the pituitary gland فإذا ما ما تسبب بالpositive feedback effect hence LH peak is not reached then ovulation will not take place at day 14 thus the corpus luteum will not be formed and estrogen and progesterone are not secreted فبيبطل فيه لأستروجن ولا progesterone finally endometrium will not develop consequently menstruation cycles is prevented أوكي هلأ كمان levels of FSH and LH during the menopause remains maximum throughout the whole time due to absence of estrogen and progesterone which exert negative feedback on the anterior pituitary and hypothalamus شايفين يعني واحدة at menopause يعني مثلا عمره 60 70 دايما عنده very high level of estrogen and progesterone sorry sorry very high level of pituitary hormones اللي هن قفس H عند LH وكمان general H السيس بس مش LH بيطلع لما يكون estrogen عالي LH بيطلع لما يكون estrogen عالي بيطلع بvery high amount بيطلع لكن هون كيف هو بvery high amount ونحنا معنا estrogen بعد المنبوز لأنه عم يكون كل الوقت هو لازم يطلع فجأة بس بيوم واحد بيكون constant بكثير ما بقى بيأثر مثل بس يكون بكمية عالي كتير لحظة للك لحظة لحظة لأ 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 فأسأيتش هي اللي لأ لأنه ما في شي بيقل له يعمل positive feedback ما في مكتوب انه لأنه constant بس ما هو ما بيسبب الى ما يطلع فجأة هو ما بيكون طلع فجأة لما يطلع فجأة هو بيسبب الـ مثل في شغلة تانية كمان لك في دوكيمنت بركتاب بحصة خلال بتفهمنا على الفكرة هي دي اكتر يلا لنروح لكتاب لحظة صواني هي ده ما مرأنا عليها بصفحة 300 يمكن هو هي ده انسى 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 شو صفحة 300 طيب ماشي موجود معي الكتاب يلا سواني سواني لحظة طيب صفحة 300 معكم يا الكتاب انا انا معي اه او او بيج 300 في بقلبه بتقلنا شو هو تأثير جانا رأيتش فتحت صفحة 300 اه طيب بتصوري لنا اياها تعامل لها بلس طيب لحظة بس صفحة 300 ايا ايا اشتركوا في القناة اذا ما زبتت معيك عندي هون بديل يلا شوفوا يا جماعة هون احدهم لأسئلة كلاتهم من الدورات وعم يحكونا كيف ان تأثير ال الهوربونز على الفيميل سايكل موريكلاتهم من الدورات طبعا ها طيب معي انتو هلأ شوفوا هادي من الدورات هنا عم يقلنا هون يمكن دورة 2018 هادي او 2017 تانية هيك شي معي سامعين خلص انسي الكتاب انسي طيب طيب يصير معنا معك معك استاذ يلا شوفوا هادي من البوكلت وهو هادي بالبوكلت صفحة 110 هادي من الدورات لايك شو ايل هون كيف بيشو دا سيكريشن اوف هورمون هادي احنا عم نحكي هلا عن ال ال اتش كيف تطلع يا هلا اشان ما اضيق الفكرة عن سألتين يعنا دا سيكريشن اوف دا هورمون ال اتش باي دا بتووتر جلاند فاريز معروفة هو اصلا ال اوصيد 2 دايما عند متافيز سرشنك فور دا فاكترز دا تترمين دا ال اتش بيك دفرن اكسperiments ار فارمد اون فيميل ماملز يلا انتبه معا كان في عنا سيرز اف اكسperiment 1 يعني كان في عدة بارت من ال اكسperiment 1 قالوا هوني cima انتبه معروفة من ماملين من ماملين من الماملين لما احنا ما عالجناهن أبداً لأدول فيميل راتز تول جروب وان كانوا عم يعطوا الاتش عادة كمية طبيعية يعني مفروض هلأ بلوتو جروب تاني يعني دمرنا لشو قتلنا للا الهايبوثالامس تايتا شو كانت الرزالتز طب من هوني ودي كونكلود انا الهايبوثالامس ستيملات الاتش سكريشن صح صح الهايبوثالامس مسلان ترقرز الاتش سكريشن مصبوط لوت 3 هلا الگروب التاني تالت the female rats are subjected to ablation ablation removal يعني of the pituitary glands followed by the graft of the pituitary gland in the anterior chamber of the eye there is no secretion of الاتش يعني هوني نحن شلنا له بتويتري تايته وحطنا له اياها بعينه ما طلع على الاتش طيب شو يعني يعني لازم يكون في direct connection between the pituitary and the the hypothalamus اذا ما كانوا directly موصولين مع بعض hypothalamus ما بيقدر يعطي effective generate يعني generate is only effective بس تكون near the hypothalamus the pituitary gland ماشي طيب لوت 4 هلا قال بالجروب الرابع من the female rats they are subjected to ablation of the pituitary gland followed by grafting of this gland in an area connected to the pituitary duct قال وصلنا هادي بتويتري وان قال بال pituitary duct يعني بالمطرح قريب لل للتيوب بتايت بتويتري او مصار في عنا there is secretion of allatch فقالنا هون اول شيء بالسؤال اللي اولاني interpret the results of series of experiment one يعني اذا نعمل analysis conclusion شو بدنا نحكي اول شيء بالاناليسز عن مين من اي لوتس بنحكي عنهم اللي بيشبهوا بعض اللي بيشبهوا الرزلت استعوال بعض صح يعني اول واحدة اول واحدة وشو كمان والفور صح يعني هلا بدنا نقول لهم شو بدنا نكتب نكتب in lot one when the female rats are not subjected to any treatment وبعدين شو منكمل شو ما نكمل شو ما نقول هلأ and when the female rats are subjected to ablation of the pituitary gland followed by the graft of the pituitary gland in the anterior chamber of the eye لا لا غلط لانه نحنا عمدا نحكي عن lot one و lot four مع بعضهم لانه اثنائتوا نفس أمام تمتع japanese نعتنائتوا نحكي عن من ايمانيارات من اجواء نسمحان ثمhan كيفت صنع تachen This indicates that the pituitary gland functions normally in the area of the pituitary duct. كتبنا results أول شيء المشتركة. إليها. There is secretion of allotge, in lot 1. When the female rats are not subjected to any treatment. Or when the female rats are subjected to ablation يعني بلد 4 Or when the female rats are subjected to ablation of the pituitary gland Followed by the graft of this gland in the area connected to the pituitary duct إذا عم تنقلية تضع ثلاث نقاط تضع ثلاث نقاط In lot 4 استرسل نقول بدل or and in lot 4 نقول and لا 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 صارت الرسلت هون وهون ماذا طيب هلأ بدلا شو سنتجنا منها this indicates that يعني هذا يدلنا this indicates that the the pituitary gland functions normally this indicates that هيدا لا لا ما لازم نحطه انه لازم نحط الكيس تاعت لطو يعني منحط بعدين however however there is no secretion of all edge however there is no secretion of all edge in lot 2 when the female rats are subjected to the lesion of hypothalamus ايه احسن نجمع الكونكلوشن كلها مع بعضا lesion of hypothalamus or in lot 3 when the female rats when the female rats are subjected to ablation of the pituitary gland المشنالة pituitary gland and graft it in the anterior chamber of the eye خرطوا فيها للجردوني خرطوا فيها للجردوني بس هون كانت اظبط بتجيب الفكرة احسن اذا جمعناها مع بعضا يعني هلأ this indicates that هذا يدلنا انه شو شو كتشفنا خصائص عن البتويتري under the control of من of the hypothalamus and this indicates that the anterior pituitary is under the control of the hypothalamus and functions only in the pituitary duct only يعني بطرح تانية ما بتزبط مستاذ شو زاب سيرة البتويتري داكت هون لأنه لك بالبارت فور باخر جملة قال لك هي بس زبطت لما وصلوها بالpituitary duct يعني بالتيوب يلي بيوصل بالpituitary gland مشي بشنا عم نخط conclusion للوت ثري وتو لا 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 مع بعضهم كلهم خلص ما سير ازا في experiment واحدة مش نحن جمعنا والون والفور والتو وتو وتري اي جمعناهم بس بالاناليسيز وما بيزبط إلا هيك بس بالconclosion يا اما فيك تشقفل الconclosion او تعملها بشقفة واحدة كلها هيك زمانا الconclosion اي 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 دورة عشان سبتعاش الاولى او التانية ما بعرف بس انه ما بينه من zrdp dot org فيك تجمع الconclosion او تخليها لكل part تعملها conclusion لحالة بس نجمعهم اريح تطلع اقصر الاجابة اوكي طيب experiment 2 هلا قالوا هون بالexperiment 2 انه female macaque هي هيدا المنطقة بقلب this female is injected by jnrh هلا عطيناها لهذا الفيميل jnrh من عنا لانه شو موتنا له هلا الhypothalamus ايوه بس مش حيالة منطقة منها بس الارج نيوكليوس اللي هو المكان اللي بتحكم بالfemale cycle قال هلا جبنا jnrh من عنا وهيدا jnrh can substance extracted from the hypothalamus in continuous and in a pulsatile manner دعني pulsatile يعني discontinuously يعني عم نقطه نقطة نقطة كيف عبرت المصل بالمصل يعني بنقطة نقطة نقطة أو بيكون شحطة واحدة كلا طب يعني continue عم يمشوا وهنا احنا عم نعطيهم يا اما pulsatile manner أو discontinuously at two different frequencies using an automatic micropump فهنا هيدا micropump هو هيدا مثل عبرت المصل اللي نعطي إيها هيدا نحاول نفهمها قبل أي سؤال هيدا نشوف هيدا دوكومنت وان الليل لنا في في مرحلة بخمسين يوم كاملين عم نعطيها لهيدا الفيميل discontinuous injection من ومن day 50 day 50 من الخمسين إلى السبعين عم نعطيها إياههم discontinuously لا لا سوري continuously يعني وين البلسطيل عم بتكون بأول خمسين يوم ولا بآخر عشرين يوم بلسطيل بأول خمسين يوم صح كنت عم بتنقط بأول خمسين يوم عم نعطيها بس عم نعطيها يعني مثل حلفية ومفتوحة بين الخمسين والسبعين شو لحظنا عن كمية ال شو عم نعطيها إياها كنا نحن ب شو عم نصير فيها بأول الخمسة عشر يوم عم تعلي عم تعلي وإذا عطيناها وان بأول بتصير توطة نرجع عطيناها يعني نقطة واحدة بكل ساعة من من 32 لل 50 صارت تعلي ولما عطينا إياها من الخمسين لل سبعين صارت تنزل بس صحنا عم نشوف تطلع تنزل بس نحن بهمنا أنه هي عم تنزل ناخد بس أول على الخمسين وأوط على الخمسة عم تنزل طيب شوف فهمنا من هون قبل ما نبلش بولى سؤال لحديث هلأ أنه كيف بأثر كيف مع طيناي بيمش الحال لأ لازم يكون one pulse per hour أيوة إذا بدنا نعليها بس كان one pulse per three hours بننزلها يعني معناتها الكميات اللي بتنعطي فيهم الجان لازم تكون محددة ولازم يكون كنت ساعة تنزل ساعة بتتعلل كمية مش كيف منعطيها جان راتش بيمش الحال بشان هيك هون فيه دقة ولهذا السبب كمان لما قلنا أنه بدأ نتحكم ب infertility معينة أو إذا واحدة عندها sterility إذا بدنا نشوف المشكلة اللي كانت عندها بال hypothalamus بدنا يعرف كيف يعطوها كمان و كم pulse per hour ولا ما بيمش الحال دقيقة القصة كتير طيب هل نشوف هون بالسؤال شو عم يقوله يعني هل هون بدنا نعمل بالتفاصيل أكيد لا ما ما قال لك يعني أنت بس بتجيب الإجابة مثل ما ردك إياها فهون شو بدنا نقول لون هون أول شي بنستند لمعلومة بالقلب الدوكمنت بعدين بنستنتج منها يعني عن شو بدنا نحكي أول شي شو برايكم عم جميت لألقات شو أيوة كيف كانت عم تتغير بحسب كم pulse per hour per three hours عم كنا أعطينا إياها ماشي يعني أول شي عن شو بدنا نحكي بنقول بنقل لون the amount of LH شو كان عم يصير فيها was increasing from out of value قداش من 12 was increasing from 12 to 50 nanogram per milliliter during the first 15 days of the experiment أمتى when the amount of was given in one pulse per hour by one pulse per hour وقلنا أنه decreased أمتى when the given amount of discontinuous injection of generage was one pulse per three hours طب نحكي عن تالت interval شي لا قام بدنا نقول from day 15 to 33 of the experiment ما بنحكي عن interval التالتي لأنه تكرار عن الأولانية هلأ بدنا نحكي عن continuous شو هلأ however شو وإذا تجي عن rush was given continuously شو صار it provokes the decrease in the amount of the ash استرزل لما حكينا عن شو اسمه بين day 35 to 50 لأنه هي تكرار عن الأولانية وما قال analyze لو قال analyze تحكي بكل شي بالتفاصيل ما قال specify يعني بس خد الشي اللي بيعطيك المعلومة اللي لازمة اه هلأ بنهاية ونقلهم however لكان وإذا جاء the decrease in large secretion from 50 to about 10 from day 50 to 70 وليأ أنا هيك عم بحكي عنهم لأنه دائما بالanalyse أو يعني إذا نقرأ graph نبدأ بالvalues تولي ال y axis آخر شي نحكي عن time طيب هلأ شو بنستنتج من هيدا الدوكومنت this indicates that بنرجع نقرأ السؤال the mode of action of hypothalamus on the pituitary gland يعني بنقول this indicates that شو the mode of action هو discontinuous secretion أي الحالة الطبيعية هي شو أكيد مش حتكون continuous لأنه ما عم ترقل لنا شي هي دائما عم تنقص ها بهمنا يعلى فمشان هك this indicates that the hypothalamus releases GnRH كيف at one pulse per hour وهن أطلو بس الhypothalamus sorry أطلو بس الarch nucleus تعيتو يعني this indicates that the arch nucleus of the hypothalamus releases GnRH discontinuously and discontinuously in a pulsatile manner to regulate the increase or the decrease of LH secretion أو to regulate the secretion of LH بدون decrease or increase يعني لازم discontinuously و pulsatile يعني بأوقات محددة مشان ترقلج كمية LH اللي عم تطلع من بتويتر جلاند شايفين لكن GnRH مش هاك يلا عشوائيا وطلعنا لازم يكون pulsatile LH ولهذا السبب المود اللي هو بيكون من الدماغة بيأثر كتير على تاعتها لأنه هنيك بيكون GnRH طيب صار فيه بارت صغير من بعده لك شو قال لأ experiment 3 female rats are injected only on daily basis of the cycle at 16th o'clock يعني الساعة 4 بعد ظهر with the same quantity of GnRH كان عم يعطوها GnRH نفس الساعة كل يوم the plasma level of the LH is measured immediately before the injection and then and 10 minutes after the injection of GnRH the results are presented in document 2 حتا نشوف document 2 document 2 هون يا معلم شفتوا الدي نفس هيدا الدي هي the day of LH peak كتبنا تحت document 2 وحطينا كل شيء أبيض هو 10 minutes after the injection of GnRH والأسود هو 10 minutes before the injection of GnRH طيب يعني معناتها على الدي تعيث l-ovulation قبل قدش كانت كمية l-LH 21 صح 10 minutes after the injection of GnRH شو عمي سير فيها كيف صار عالية كتير صار 110 بينما before يوم أو يومان من ovulation يعني d-1 أو d-2 عم بتزيد l-LH بس slightly وبكميات كانوا negligible وحتى كمان من بعد بيوم من ovulation طيب شو فهمنا من هات ال graph بس نحن كيف عرفنا ان d-1 هار ovulation ما كتبين لك تحت n-b d هي the day of l-h peak l-h peak ovulation اي ما l-h peak ما بيصير الا ovulation ماشي هو بس على day 14 في عندك l-h بكل cycle ما عنده غيره طيب هلأ لك شو قال لنا هون قال نحن شو عم نعطيها نحن عم نعطيها l-h sorry عم نعطيها l-h وعم نحصل لها قبل بعشر دقيقة وبعد بعشر دقيقة لكمية l-h اللي عند اياها طيب بل part 3 لكن عم لك what can you concerning the sensitivity of the peter gland to j-n-r-h يعني امتا بيكون اكتر شيء بتويتري sensitive to j-n-r-h ايه صح يعني معناته امتا بيطلع بيطلعوا ال-receptors بفرخوا ال-receptors تقول تقول j-n-r-h عند السلز بيطلعوا ال-h day 14 او o-t-ovulation ايه o-t-ovulation طلع شكله من قبل البتويتري gland بيكون ما طلعت receptors لأله وبصير اكتر شيء sensitive على الدي فورتين. برجع بعدين بيتكسروا الريسابتر استعاولوا برجع بطلع بالشهر اللي بعده على الدي فورتين. طيب شو دليلنا على هيدا الشيء? شو? شو الدليل على هيدا الشيء? انه اكتر شيء على الدي فورتين. من الجراف الفاليو كان كتير عالي. صح. ولانه اه بفور وان داي وطو دايز من الال اتش بيك وافتر وان داي كمان تعيت الدي بلاس وان كانت الاماوت اف ريليز الاتش is very low. بينما بس كانوا بس عند الدي اف الاتش فيك. طب استاذ هو كيف طلع على الاتش اه قبل وبعد حتى لو قليل بس انه طلع يعني هو ما عنده ريسابترز. بيطلع بس كميات قليل كتير. اه كيف? مع اساس هو ما عنده ريسابترز. بارك عنده ريسابترز كتير قليل. ما انهم كفية. ما هو مش انه بينكر ده ريسابترز نهائيا نل. بيكونش حبة او اتنان هو لازم يكون مسلا الف. عارفت كيف? بعدين بعد ريسابترز بموته? بيرجعوا بتفتتوا ايه? بيتكسروا. يعني كيف انه كيف انه بلدنك بلوكس متل تعول اللاجو بتجمعوا مع بعضهم بيطلع كذا. بعدين بعد وقت قليل بترجع بتفرط بيفلتوا ببطل ريسابتر. هيك. بيضل في منهم كتير قليل. لانه لو كانت الاف اكت تعولوا نل عالاخر سفر كنا منشوف كله زيرو 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 زيرو. شحتة. بس هون عم نشوفهم تو فور تو فور. بس صاروا واحدة وعشرين ومية وعشرة يعني كأنه في شوية ريسابترز. لانش انه ما فقدين بالمرة. يمكن في تنين ريسابترز واربعة. بعدين صاروا واحدة وعشرين بعدين صارت كمية مية وعشرة يمكن بيزيدوا مية مرة مسلا. اللي بخلي ريسابترز يتفككو? بيكون هو اللي بيصنع الريسابتر بيكون ما بيضيين اكتر من يوم مسلا. بيفرطي بالراحة. ازا ما طلعت غيره بيكون راحة. عرفت كيف? اه. كيف انه الهرمونات? الهرمونات كمان بيأسروا بيوم واحد. تاني يوم بتفكك وبتكسر. ازا ما رجع طلع هرمون غيره ما بيعمل الافكت ليكمل الافكت تعولي الهرمونات. يعني ما فيك تعطي هرمون مرة وخلص تنسي. تاني يوم بديك جيبه هرمون تاني. مشان هكي مسلا البيلز الحبوب اللي بتاخدهم الفيميل كل يوم بتاخد حبة. مش بتكفي مرة واحدة تاخد حبة وصار عندها مانا حمل. لانه كل يوم بيفرطوا بيتكسر تاني يوم. بحبة جديدة. وهكي. استاذ خلصت اللي شو اسمه? اي اي. ماشي بس فيك تلقى اي دورة بس لشان اليوم رجعه. والله ما بعرف يمكن من الفين سبتعاش الفين منطعاش. يعني مع الانسر كي ولا بدون انسر كي? لا بدون انسر كي. هي ازا بدك بتجيب دورة مع ال. بس انت من اي سنة بلشت تتحط دورات مشان عارف تبلش فتش من وان. من الالفين والسبعة. ماشي. اوكي. نعمل ثلاثة ت lining. بدنا استغرار انتعالي الجواب ولا لازم نشرح. لا لا نقولهم لانه شفنا هاك وكانوا كميتهم بخير. بالدي مينس 1 وبدي مينس 2. وكمان بالدي بلاس 1 اللي هي one day after اله بيك. and they become very high during the day of اله بيك. ثم نقول لهم الجواب مثل هاني بعدون ثم ثم the sensitivity of the gland to generate reaches its maximum at the day of Alach peak عرفت كيف طيب هلا بس بعد في عنا الtable هتا فيه كتير فكرة بسيطة بس ما يصير ظهار ايه خلص احنا خلصنا لايكي هوني شو ايلين هلا هوني بالدوكومنتري هلا برجع بيحضروها بتستفيد كمان شهدوا عبد الرحمن بتويتر سيلز اذا نحنا حطنا لايكي هون شو ايلين experiment for the same number of بتويتر الاتش سكريتينج سيلز يعني السيلز اللي بيطلوا الاتش جبناهم جبنا شوي منهم extracted from female rats in the morning of D-1 D-1 يعني كان sensitive ولا لا لا is incubated in vitro حطوهم بقلب المختبر vitro يعني بقلب التستيوب at the end of the incubation لما خلصنا نزرعون لأي دولي نحتضنون the quantity of Alach in the medium is measured وقصنا قديش كمية الاتش اللي عم يطلعوا دولي السيلز لانه اني خلايا بيفرزو Alach the experimental conditions as well as the results are represented in documentary دايك هون بالتابل الجبنا عم نقيس نحنا quantity of Alach بخلايا حطيناهم نائعينهم مع GnRH أو without GnRH ما بتفهم معي التابل كنا هلأ هون حطينا نحنا بتوتري سيلز with estradiol وبينما حطينا كمان بميديوم تانيين بتوتري سيلز without estradiol وين اكتر شي لقينا كمية الاتش عم يفرزو هيدول الخلية بأي حالة with estradiol ايوال طيب with estradiol طيب لازم يكونوا مع GnRH ولا without GnRH لا لازم يكون في GnRH ايوال طيب يعني اي احسن conditions بيقدر ال LH ينفرز فيها لما يكون في estradiol و GnRH صح عفاك ولازم شو يكون كم فلسطيل لعنا one per hour ولا one per three hours لا per one hour صح يعني لك GnRH لازم يكون بلسطيل هلأ شو عم يقولك بال part four قال name the structures that secrete estradiol during the sexual cycle شو هو شي اللي بيفرز estradiol عادة الفوليكل لا لا cavitary follicle during the first 14 days والgraphian follicle at day 13 and the yellow body during the luteal phase ثلاثة أشياء graphian follicle graphian follicle yellow body name يعني بس خلص سميهم part five analyze the results of document three كيف نعمل analysis نحكي عن أعلى level أول شيء هي الأهم نقول لهم the highest quantity of lh 3.3 was secreted in the presence of GnRH the presence of GnRH and estradiol هش الحال بس نحظة شو بعدنا عم بكتب four أوكي أوكي شو نعمل نعمل analysis يعني منقللون highest level of lh was secreted in the presence of both GnRH and estradiol اللي هي 3.3 and this quantity decreases to 0.7 أساس كيف يعني بتويتري سيلز وذ أسترadiol يعني جبنا جبنا بتويتري سيلز اللي بيطلعوا ألأت نقعناهم ببيكر وصرنا نزيد عليهم أسترadiol هرمون وعام نزيد عليهم GnRH وعام نشوف هني قداش عم يفرزوا LH طلع أعلى level بيفرزوا LH لما بيكون اتنين هرمونات GnRH وإسترadiol اتنين اتنين موجودين هرمونات هرمونات The absence of JNRH مايش الحال طيب هاي خل السلب 5.1 هلا 5.2 What can you conclude? شو بنستنتج بقى كيف بينفرز لله بكمية كبيرة لازم شو يكون فيه شو الشروط JNRH وشو اسمو استراديول برافو عليك يلا لكن هنكتب لل 5.2 therefore اله ايها هلا 5.2 هلا 5.2 هلا 5.2 هلوف هلا 5.2 هلا 5.3 هلا 5.1 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واخر بارت شو يقول بدنا نشرح لهم كيف يصبح لنا الاتش بيك بدنا نجمع كل الأفكار اللي جبناها كيفي أنا؟ بس يقولك اكس بلاين اخر بارت بيكون يعني بدك تجيب من كل الادوكمنتس لإجابات طيب ماذا بدنا نقول لهم؟ كيف الالاتش بيك لكي تصبح كيف هالإفراز الكثير العالم الالاتش بيصبح؟ اول شغلة يعني حنحط لك عندنا نكتب الشروط اللي اكتشفتناها وخلص لكن عند الاتش بيك is reached when the when the arched nucleus of the hypothalamus of the hypothalamus أساس بس قبل في شو اسمه؟ طوال experiment 1 اه اه when the arched nucleus of the hypothalamus مش هاب experiment 2 releases ما بيأثر ما هم جمعناهم بفكرة واحدة من كل الأكسبرمنتس ما نضيع ولا واحدة ما نضيع ولا document يعني لكن when the arched nucleus of the hypothalamus releases GNRH generate عنده بتويتر ريداكت مش وان مكان مش بعينه مثل هوني كانوا حطين عنده بتويتر ريداكت which controls the LH cells مش حيالة cells لازم يكون تقول ال LH لأنه في cells the LH cells the LH cells which controls the LH cells discontinuously مش discontinuously مش discontinuously 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 by one pulse per hour manner هيا خلاص document 1 استاذ فيك ترجعت عالي من which controls the LH cells yeah discontinuously بدا نكتب هلا discontinuously by one pulse per hour manner okay one pulse per hour okay uh amta when when the LH cells are mostly sensitive to GnRH in the presence of estradiol of if we don't have your كتير. ما انتو اخزينا يا هالا. يلا. مرصنا هلأ مرعك? اه اه هلأ كامل بعمل لها ده اولاو ده بحطها بالشانل داية لوتيوب. يلا السلام عليكم.